اليوم بالقراءة العاطفية لبرج الجوزاء فإذا كنت مشترك جديد معنا في القناة المرجو أنك تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة فخلينا نشوف أخبارك إيه وأخبار للحبيب إيه والأمور العاطفية بالشهر دان برج الجوزاء فنحن مش هنشوف الحبيب فقط نحن نشوفك إنك كذلك حاسس بإيه وأحوالك إيه وأحوالكم إنتوا الاتنين واضح يا برج الجوزاء إنه في زعل جامد بينك وبين الحبيب لإني بشوفك متضايقة كتير واخد جنب ومنعزلة ما بتكلمش حد وحاسس إنك متضايق جدا فإنت شايف إنه إنه الحبيب رافد يكلمك رافد يتوصل معك ومش عايز يتفاعل معك وزعلان أوي بصراحة فعلا الحبيب متباعد واخد جنب ولكن هو بيحبك وعاوز يكون معك وعاوز يكون في حوار بينكم فممكن تكون تتعامل مع شخص يعني بيحب نفسه أو بيحب العلاقات المتعددة أو في طرف ثالث بينكم لإنه هو حاليا مختفي تماما وفي نوع من الحركات من تحت لتحت يمكن تكون أنت بتتعامل مع شخص فنون أو ممكن تتعامل بتكون بتتعامل مع شخص روحان لإنه بشوفه هو حاليا رافد العلاقة معك صراحة ومتعاوز يتكلم معك وطالع من العلاقة هو طالع من العلاقة وفاتح أنه للحياة لإنه هو في الحقيقة زعلان أوي بس هو عنده مشاعر تجاهك مشاعر قوية وبيفكر فيك بس هو زعلان وطلع من العلاقة دي ومشي فقايز يكون في بينكم نوع من أنواع الخداء فحقيقة أنا بشوف أنه الشخص ده يعني مو مش مخاذع يعني كأنه كان بيلبس قناع كأنه شخص روحاني كأنه شخص فنان لأن الحكماء يعني ما بيحبوش يبينوا الحقيقة يبينوا مشاعر الحقيقية يعني حتى يشوف الشخص اللي قدامه أو الناس اللي معه هم حيعملوا إيه ونويين على إيه وبيكونوا يعني في ناس لعبت بهم لهذا هم بيكونوا خايفين فحب أقولك إنه الشخص ده هو حاسس إنه خرج من حاجة فيها خداع كأنه كان حاسس إنه في شي فيه الخداع هو متهيأ له كده هو بيفكر بالشكل ده فممكن يكون يعني دماغه متلخبط أو في فوضى عنده في أفكاره لأنه مبين عندي إنه يعني الشخص هذا في عنده اكتئاب لأنه في ورقة عنده بتقوله لازم تخلي الأمور زي ما هي وبلاش يعني المصطلح يعني بلاش تحبك أكتر كذلك في ورقة إجيته بتقوله خد وقتك تفكر أنت عاوز إيه عشان ترتاح وتعمل صلاة ودعاء وتوصل للسلام الداخلي كذلك في كارت إجاه تاني بيقوله أنت لازم تفكر أنت عايز إيه وإمتى ولازم يكون متأكد من المشاعر ويكون صبور ويطلع من الحالة العزلة اللي هو فيها فمبين عندي إنه الشخص ده هذا هو شخص مكتئب شوي فهو طالع له نفس الورقة اللي طلع لك أنت يا برج الجرجاء إنه ياخد وقت ويشوف شو اللي بيحصل جواته مشان يحسن ياخد القرار المناسب فأنا اللي شايفها إنه إنت متباعد عنه إنت قاطع معاه والشخص ده في الوقت الحالي إنت متغاز منه كثير ومتضايق منه وزعلان عليه وبصراحة مبين عندي إنه إنت بدك تتخانق معاه لقبة كبيرة بالورقة بتقول إنه إنت زعلان منه كثير وبدك تضربه وتتخانق معاه تصرخ في وشه يعني فذلك جايك ورقة بتقولك حب نفسك أكتر لأنه مبين عندي إنه إنت ما بتحبش نفسك يعني كثير يعني ورقة بتقولك حب نفسك وحاول توصل لحالة التوازن النفسي مشان المشاكل ما تأثر عليك في الطالع والنازل وطلع لي كمان يا برج الجوزاء إنه في عندك كرط في عندك طاقة كبيرة جدا وحماس وممكن إنه في هذه الفترة هذي تكون إنت عم تخروج عم تأدي وقت منيح عم تضحك عم تطلع الأماكن ولكن أنا شايفك ولكن أنا شايفك في الكروط هذو إنه إنت في عندك طاقة روحانية يا برج الجوزاء فمبين عندي إنه إنت والشخص ده روحانيين جدا يعني كأنه في بينكم شغلة يعني يعني بتجدبكم مع بعض برغم المسافات سواء حكيتوا مع بعض أو لا مبين عندك إنه يعني فنجداب لألكون ولكن عندي وراء بتقول إنه إنت غضبان وزعلان كثير من هذا الشخص وعندك رغبة إنك تمشي تخانض أو تدربه أنا ما بعرف يعني الطاقة هذي يعني طاقة إنك بدك تخانق بدك تدرب بدك تترخ مع هذا الشخص فحاليا ممكن تكون إنك إنت بتكلم ناس تانيين يعني عشان تبين له إنه في ناس تانيين في طاقات والورقة بتقولك إنت لازم تحافظ على طاقتك لأنه استعمال الطاقة فيما صارها الصحيح هو الشي اللي راح يخليك تحصل على الشي اللي بدك ياه لهذا عندي وراء بتقولك إنت لازم تغير شوية من طريقتك لأنه أنا شايفك إنت لا تريد أن تتغير يعني مش عايز تتغير أو حتى مش عارف تتغير فإنت ماشي بنفس الطريقة واضح يا برج الجوزاء إنه عندي وراء بتقول إنه إنت مش يعني ما بتحب بنفسك بس مش بتحب بنفسك بالطريقة الصحيحة كذلك أنا شايفة إنه الحبيب حاليا هو مهتم بحياته العملية بحياته الروحية يعني عايش حياته كأنه عايش حياته واضحة عندي إنه الشخص هذا نسحب من هاي العلاقة كأنه شخص كان موجود واختفى يعني هيك مبين عندي هو الشخص دفي عنده رفض في الشغلة في هاي العلاقة فهو بفكر في علاقتكم في الأوقات في الكلام اللي كنتم بتحكوه على السوشيال ميديا وهو حاسس إنه كأنه طلع من شغلة فيها خداع في العلاقة هذي وكأنه يعني بيقول الحمد لله إندي خرجت من الخداع اللي كنت عايش فيه ألف شكر ده إحساسه الحقيقة هو ممكن يكون خاطئ ممكن يكون غالط ولكن هذا إحساسه وفي الحقيقة عندي وراء بتقول إنه هو بيفكر فيك وبحبك وهذه الشغلة اللي لا تتنظري الشخص هذا بيحبك بيحبك كثير هو مختفي بس بيحبك بس في حاجة جواه يعني مخوفاه خايف إنه يقرب أنا مش عارفة الأسباب يعني أنتو أدرع فهو خايف إنه يقرب يحصل خداع تاني هو أصلا مش عارف يكلمك أو ما يكلمكش يعني هو كأنه ضايع يعني عم بيحاول يزبط أوراق و مش عارف شو يعمل في الحلاقة هذي فمبين عندي كأنه ممكن يعني تكون إنت مستقوي القلب عليه مقايز يعني أو حتى ممكن إنت بتتواصل معها روحيا أو جسديا فمخلي الشخص هذا مخضوط يعني خايف فعندي هنا إنه إنت غامض مش عايش تقوله إيه اللي بيحصل إيه اللي حاصل كذلك إنت متضايق جدا و متغاز ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي يعني متضايقة الشخص هذا مخضوط منك و خايف كذلك الشخص هذا مبين عندي إنه راكد يبدأ معك بداية جديدة وشايل من الماضي و زعلان جدا يعني مبين عندي هذي الشغلات واضحة كذلك هو شايف نفسه إنه خرج من علاقة كان فيها خداع كان فيها غموض و حقيقةً هو ناوي يبقى ساكت و ما يعملش حاجة و باغي يركز في روحانياته أكتر و عاوز يدرسك عاوز ياخد قرار نهائي يعني يطلع من الموضوع ده يقفل و يعمل حاجة يعني بهذا فهو محتاج إنه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه ففعلاً هو تسحب من العلاقة يعني هو ما طالعش مرة واحدة هو فضل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى هو في الحقيقة ما طالعش تماماً يعني هو ما قالكش نسيب بعض يعني هو طالع بس يعني كأنه قابل معاك و ما بيردش بصراحة انت شايف كأنه مديك وش خشب عايز أشوف لك الشخص إذا إذا مخادع ولا لا استنوا و حقيقة الشخص ده هندي ورقة مش مخادع الشخص ده مش مخادع كأنه كان لابس ماسك قدامك لأنه حاسس يعني كأنه حاسس بالخوف خايف منك مشتائق فيك كثير صار بيناتكم شي هيك فأنا حم حاول شوف إذا فيه حدا داخل بيناتكم فقايز يكون فيه علاقة ثلاثية ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هاد الشخص منك انت يا برج الجوزاء فعندي الورقة انه هو مش عايز ياخد خطوة عشان فيه ثلاث صيوف قدامه فقايز يعني فغالبا يكون انه العلاقة الثلاثية جاية منك انت يا برج الجوزاء برد النظر عن الطرف الثالث هو سواء هذا الشخص كان شخص أم الأسرة فيه حد واقف بينكم فيه حد داخل بيناتكم فيه حقيقة طالع نازل هيك سفودني اي حد فيكم ففي الأغلب الطرف الثالث قيل من ناحيتك يا برج الجوزاء لانه انت اللي محتاج تحب نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه فعندي هنا برج القلو وبرج الأسد والعدراء والتور وبرج الحوت برج الأسد أو القوس واحد منهم فممكن تكون أبراج ثانية برج الجوزاء مش مبين عندي لانه اكتر شي مبين عندي طاقات مبين عندي طاقات فانا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة انك هتمر بمرحلة انفصال او مرحلة هتكون فيها متدايق فغالبا ايه اللي هيحصل انتو اللي اتنين هتكونوا حسين بوحدة او من ناحيتك انت بالاكتر فالشخص دك انه حاسس بالملل بالضيق بالوحدة وهو كمان زعلان ومتدايق فلو كنتو مش منفصلين فممكن انتو في الشهر الدا يعني ممكن انكم مش هتتكلموا حيكون في شعور بالزعل والحزن بينكم انتو اللي اتنين وانا شايفا اكتر انه حيكون من ناحيتك انت يا برج الجوزاء فانا شايفك يا برج الجوزاء انك متغاض واخدها على صدرك ولكن حيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ انه انت لازم تعمل تغييرات لازم تغير حياتك وتغير نفسك لاني شايفاك انك مش ماشي بالطريقة المثلة وتحب نفسك بصحيح وحب اقولك انه الشخص دا ما عنده مش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة فانا شايفا انه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة برد النظر يعني الطرف الثالث هو مين اسمدان انها فانا طعلاع عنвод يا برج الجوزاء انه طاقة جسدية فممكن ان تكون انت عم تضيع وقتك يعني هيك مع اههو فاااااااااااااااااااى يمكن عشان تطلع من حالة الإكسي أب اللي انت فيها لاني شايفك حاسس بالوحدة والانعزال وفي طاقات قشدية ولكن بدون مشاعر فانا شايفة انو انت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تاخد قراراتك بنفسك وما تخليش المحيطين يأثروا على قرارك على قرارك وقراراتك ورغباتك وهذا طبعا حسب وضعك فبين عندي يا برج الجوزاء انو انت حكيم في عندك حكمة يعني كأنك رجل عظيم او امرأة عظيمة فما غينفعش انو يكون طرف ثالث ان هو اللي يدير حياتك يعني مش معقوي ده النصيحة بتاعتك وده اللي واضح في الشهر ده انو هيكون في تباعد وتباعد بسعلي يعني بصراحة يعني انتو اللي اتنين في عندكم احساس مشترك هو احساس بالخسارة وبصراحة يا برج الجوزاء انا بشوف يعني انو الموضوع في ايدك انت بصراحة هانشوف كوروت النصيحة يا برج الجوزاء لان بشوف انو الشخص هذا هو ما حبش يباعد عليك الشخص هذا ما بحبك ولكن هو خايف ولكن حاليا في الفترة وابا شوف اه بهادا الشعر هذا رح تظلوا متباعدين مع بعضكم يعني هو ما راح يعمل اي شي راح يضل بفكر يعني هو حيبطل قاعد بيبص عليك بيرقبك وما غيعمل حاجة يعني ما غي دير حتى حاجة يعني مش هيعمل حاجة ومش هيطلعك من الدماغه لانه هو لسه عايزك انا قلتلك في الاول انه في برأة عندي واضحة انه بيحبك احبك انت فهو غالبا هيختفي ولكن هو هيبص عليك على السوشال ميديا هو بيرقبك على السوشال ميديا برض النظر انه بختفي وانه انت حاسس انه يعني العلاقة انتهت وانه هو خلاص شالك من حياته لا الشخص ده ما شارك من حياته الشخص ده بيحبك وبيفكر فيك بس هو خايف واخد قنب وقاعد رح يضلعن برائبك في السوشال ميديا هيك فبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة سولاتية هون واضح عندي في علاقة سولاتية العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه بيتجوز كأنه في علاقة جوز ولكن بتحب حدا تاني ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم علاقة صداقة وتواصل وضلت هاي العلاقة ولكن انت لما تجوزت الحبيب اللي انت بتحبه اختفى فراح شوف لك شو رح يصير يا برج الجوزاء بهاي علاقة ثلاتية أمنوا ببين الشخصين هدول 端ب استنى اها يا الهي شو هاته اها هين الشخصين نشوف انت عم تفكر كثير في هذه العلاقة الشولاتية الشخص اللي انت بتحبه كمان بيحبك عم بيدعي الله يجمعكم عم يدعي الله يجمعكم بسعادة نشوف رح نشوف شو رح يصير اذا رح يتحقق هالشي انا حبيت اتطرق لهي العلاقة التلاتية كذلك اللي عندي في ظاهرة في طاقة طاقة ترابية واضحة عندي وطاقة نارية ونشوف هذا الشخص بيحبك ويدعي الله يجمعكم مع بعض هاشي اها استنى ونشوف خلحة العدمة بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذي يعني عم يدعي يعني عم يدعي الله وكأنه يائس وبيدعي بيدعي كتير طالع عندي بيدعي وكأنه يجتمع مع الحبيب تبعه بيدعي يبرج الجوزاء القرار قرارك فانت سواء يا اما رح تاخد قرارك تختار الشخص اللي انت بتحبه او او رح تضلك بهاي العلاقة اللي انت فيها واللي كأنك حاسس انه علاقة جسدية فقط يبرج الجوزاء انت لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار الامور كلها بيدك هاي العلاقة الثلاثية اللي انا عم بشوفها يعني القرار قرارك انت اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبه مش اللي معه لا الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبدو يكون معك بس هو تقريبا يائس لانه بيشوف انه ما في امل هاي العلاقة يعني كأنه انت بتزوج يعني كأنه تزوجت بس انت مش مرتاح وانت بتحبه رد النظر انا مش فهمة يعني ليش كيف اشترقته عن بعض اكيد في ضرور المهم فالنصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقولك اختار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة فبين عندي يا برج الجوزاء انه انت بتهزم بالنس اللي حواليك الاهل الاصدقاء وبتسمع هم عايزين ايه الى غير ذلك ولكن اول شي لازم تسمع صوت صوت روحك انت محتاج ايه وشو الشي اللي راح يسعدك لهذا بيقولك اختار الطريق الذي سيوصلك الى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء وبيقولك كمان بالورقة انه رغبتك هي بايدك انت فربنا معاكم يا برج الجوزاء ودود ايه الموقف للتعليقات وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس شكرا واشوفكم على فوق شكرا شكرا